مرحبا يا جميعا كيفكم؟ اليوم ورجعت لكم في الفيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم سوف نرى السرق الرقمي في بيكا اكستي طبعا يا جماعة هو تحديد سوف نزل باللعبة سوف نشرح لكم ايه معناه السرق الرقمي باختصار هو رسوم متحركة برنامج رسوم متحركة كثير مشهور سوف نحكي لكم عنه يا جماعة سوف نزل باللعبة ومتى وكيف شكله وكل شي بس قبل ما نبدأ هذا الفيديو اتأكدوا انكم مشتركين بالقناة لو ماكم مشتركين بالقناة بعد اشتركوا بالقناة اضغطوا على زر اشتراك اضغطوا على زر لايك او زر اعجبني اضغطوا عليه ما بتخسروا ولا شي بالعكس بس بتخلوني انبسط لما بتضغطوا على هذا الزر يعني ما بتخسروا شي و هذا الشي اصلا ما بيفيدني بس بيخليني افرح لانه لما بشوف يعني انه واو خمسمية شخص حط لايك او الف شخص حط لايك يعني واو بفرح كثير يعني لايك واحد تساعي فرحتي فلو ضغطوا على لايك و يعني بضغط واحدة خليتوا شخص مبسوط هذا اجر لكم يا جماعة يعني امر حلو المهم فهو اضغطوا عليكم و اشتركوا بالقناة ما بنتطال عليكم بمقدمة كثير اوه هلأ خلينا نبدأ اول شي لازم انه اشرح لكم ايش معنا ديجيتل سيركيس كثير مرات بس ديجيتل سيركيس بالعربية هي السرك الرقمي السرك الرقمي يعني سرك رقمي ديجيتل يعني اشي رقمي الكتروني تمام يعني الكترونيات انترنت رقمي اوكي يعني اشي بالتليفون او اشي بجهاز رقمي مثلا موبايل المهم سرك رقمي تمام اوه هادا السرك الرقمي هوا يا جماعة رسوم متحركة شو اوكي برنامج تبع رسوم متحركة مو برنامج اوه المهم برنامج محرك لو ترجمنا المهم رسوم متحركة اوه موجود باليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليه باليوتيوب ويا جماعة في كثير حلقه از مدري كم بس المهم وكثير يا جماعة سراح حلو تفرجت انا بس على نصف حلقه مدري اه اللي مشهور كثير فيه طائره اعتقد ويش زيك كده نسيت المهم تفرجت لقبل اربع شهور اعتقد امم لما اول مره نزل فكثير نشهر بالتيك توك بالانستغرام باليوتيوب سراحة نشهر بس فترة وخلص بس جماعة هاي الفترة رجع نشهر لانه نزلوا اعتقد حلقه جديدة اللي انشهرت كمان ما امتأكده بس المهم بكيكستي يا جماعة طبعا نزلوا صندوق تبع السرك وفيه يا جماعة ملابس تبع شخصية من الشخصيات اللي بهذاك الرسوم يعني شخصية رئيسية اسمها بومني هذيك الشخصية اللي اسمها كده بومني هي بهلوان اوكي بهلوان عندها نفس هالملابس اللي نزلوها بكيكستي باللعبة فالكل يا جماعة بيقولوا انه هاي ملابس بومني بومني مدري ايش فبحدت يا جماعة ولاقيت انه من جد كثير بتشبهها خلي واجيكم كاي الصور فهذه هي يا جماعة هذي هي يا جماعة شوفوا يا جماعة بس شوفوا يعني القبعي نفس الشي كل شي نفس الشي كل شي شوفوا شوفتوا شوفتوا جايز هاي الشخصية اسمها بومني اوكي فكمان لو لاحظتوا عاملين لها وجه تباع انه مهرجة زي تباع بومني اوكي كمان الاتات نفس الموجودة بالرسوم فهذا الشي واضح انهم هذين عم يلمحوا للتحديد هذا وطبعا هون بيقولوا عنه انه بس تباع السيرك ما قالوا عنه ديجيتل سيركيس ما قالوا عنه سيرك رقمي قالوا بس صندوق تباع السيرك طبعا نزلوا بس لبسة واحدة وثلاث آتات او اربعة نعم اربعة فهلا يا جماعة كثير ناس لاحظوا انه يعني اللبسة كثير يعني تشبهها وانه مبين الامر كثير واضح انه عم يلمحوا لهذا التحديد فهلا يا جماعة صرت انا متأكدة مية بالمية انه رح ينزل لتحديد ديجيتل سيركيس فما ندري متى رح ينزل بس قريبا طبعا رح نزلكون كمان او نزلتلكون يا هولدي مدري مهم فيديو تباع انه ما هو التحديد القادم شاهدوا هداك الفيديو و بهذاك فيديو اجماعة باختصار قلتلكون رح ينزل لتحديد سنة القمرية او تحديد تباع عيد الحب بشهر اثنين كامل فممكن هذا التحديد يكون بشهر ثلاثة او باول شهر اثنين ان الاسبوع الجاي ينزل ويضل لن يوم عشرة شهر اثنين وشي زي هيك او ممكن ينزل باخر شهر اثنين او ببسط شهر اثنين او شهر اثنين او شهر اثنين او شهر ثلاثة ايما ما رح ينزل فهلا جماعة في كتير ما بات عن هذا الرسوم تباع ديجيتل سيركيس سماكوا شايفين في واحد اسمه بومني سيركيس انه السيرك تباع بومني و بومني هي شخصية رئيسية تباع الرسوم اللي اسمه السيرك الرقمي ديجيتل سيركيس فاما هلا خلينا ندخل قائز على الماء بنشوف الشكل تباعه ممكن يكون مشابه لتحديد رحيمتل قائز باللعبة فاما ايا خلينا ندخل قائز افكر اكتبولي بتعليقات هل انتو خلصتو اختبارات ولا رح تبلشوا ولا عندكن عطلة ولا ايش اكتبولي قائز ايا 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 اوكي امهم او ماي جود طبعا هذا هو السيرك او اعتقد اريدي لعبت فيه والله بتذكر امهم فهذا جماع السيرك او الناس بيقولوا انو بيشبه الرسوم انا معني متأكدة لانو ما بتفرج ما بتابعوه اوو بس ليكوا هذا باركور اوكي انا جماع اكيد ما رح لعب باركور فا رح ااخد طائرة تبعي و رح اروح للنهاية تبع باركور رح اعتبر نفسي لعبت بس انا ما لعبت ولا شيء ام ام فيه مكان للاحتفال كأنو بعدين فيه مكان كمارا احتفال ما حدا هون لانو باركور كثير صعب فا يب بعدين ليكوا هون شو فيه او ماي جود هاري جمع موجود السيرك و ليكوا رح اسمين الشخصية تبع بهمني ليكوا بالحائط واو حلو 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 الله فا بدي سريح ااخد له صور عشان حبيت المكان انيواز 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 ان شاء الله حرجع اشتغل عليها اه مدري بالعطلة الجاية مدري مترح تكون عطلة اعتقد بشهر ثلاثة او والله يا جماعة ما اعرف بس ان شاء الله قايز اه ان شاء الله قايز اه يعني اكمل اشتغال عليها قريبا فما ستعم بشتغل عليها لان يا جماعة عندي كثير دراسة و يعني بست مشغولة فما عندي وقت قايز مدرسة تاخدي كثير وقت كمان تصوير اما ان شاء الله قايز اكملكوا قصة قريبا ترقبوا اه بس ما تتوقعوا انه سنزل قريبا بس ما كملت تصوير صورت بس حلقة ايه لو بتكم ان ازلكم حلقة بحلقة كتبوا لي بتعليقات المهم فهلا يا جماعة خلينا ادخل عما بتعني تباع السيرك بما بقلي مش مشهور اصلا مش مشهور ابدا 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 هذا اسمه ديجيطل سيركيس في اتنين يا جماعة هذا مشهور وهذا لا بس هذا مكتوب عليه انه باركور فانا ما بدي اللعب باركور بدي اشوف انه سيرك واشي زي هيك المهم تباع باركور هو المشهور فيه مئة لاعب واشي زي هيك فايب اكد اخرت قايز عن ماب اوه هلا اعرفت ليش مو مشهور ما عنده ولا علاقه باللعبه اوه ماي جود هذا باركور بس مبين انه الناس اللي صنعوا هذا الماب يعني اخدوا كثير وقت عشان يعملوه لانه مبين صعب وكذا اما مقاعز راح يلعبوا بعدين لانه اوه ماي جود مبين كثير صعب راح يلعبوا هلا يا جماعة بس اما مقاعز هيك احننخلص هالفيديو بتمنى انكم اعجبكم ما تنسئ انكم تشتركوا بقناتنا يا جماعة كمان راح يتراك الفيديو اوه ليكم اوه ماي جود اما بحبكم كثير نلتقي فيديو الجاي باي